اشتركوا في القناة هلأ انت وفيت على المسرح شفت شوية عجقة برا انت وفيت شوفي ما شوفي قالولك ما بدنا نعمل ما بدنا نعمل خوف بالصال بس يمكن في شي شنطة كذا بدون يفتشوا ما يكون في شي متفجرة او شي يعني عملولك بانيك يعني بدي كون يعني برعوبة بسغنة انت مضطرة تفوتي انت مضطرة تفوتي وتحت السيكوريتي عم بيشتغلوا ليكون في شي متفجرة يعني بتطلع فيهم بس بغني انت عم بتغني غنيتك بس انت مرعوبة خايفة بس ما بدك تبيني ما بدك تبيني لنا انك مرعوبة يعني بدك تغطي هالشي بدك تحاولي تغطي بس هن موجودين عم بينغلوا بالصال يعني عم بيشتغلوا عم بيشتغلوا اوكي اوكي وهون شبابي ليه بتزيد عذابي ليه وهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قلي ليه ناسي ليه ليه يصمر عادي ليها ما في شي طلع ما في شي عادي طلع ما في شي يلا نزرع أصمر يصمراني مينسك عليها لو ترضى بهواني بردو انت اللي ليه بتزيد عذابي ليه وهون شبابي ليه بتزيد عذاب ليه ويهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قليلي ليه ناسي ليه ليه يصمر مرسي سوكاينة مرسي بلنسبة للسوكاينة اليوم صوته بعد فيه شوية 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 بحة بعد في عندي تشانوجات على الرقبة وعا عضلات الرقبة وعضلات الصوت وبعدها مش كتير مرتاحة بالنوتات العالين مع انه عمي شغل كتير عفتحة التم وعلى تجويف الصوت بالعالي بس هذا الشي ما انتبهت له ان كان باول مرة غنت او بتاني مرة غنت تاني مرة غنت كان الصوت اريح بيان انه اوكي راح الخوف يالي كان مفروض تبينه بس استيل الصوت اللي مش مرتاح هو بيحسسنا دايما انه انه منه نقي وانه منه فاتح عالاخر يعني انا ولا مرة لازم حس انه صوته مش فاتح مزبوط سو هيدا لازم يرجع ينشغل ولازم تبقى تنتبهنون شو ما كان الاداء يلي بده تقدي اليوم عجبتني سوكاينا هاي اول مرة بتاخد كاسم تمه بالعرض بس بعد ما عندها القدرات تقدر تفتح عرض وطول مشان هيك بعدها كان النوتات ال اي وال اي بعد ما بيرجعوا لورا هلأ بس صير تتمكن من فتح تمه عرض وطول ساعتها بيثبت صوتها وتجير رنت صوتها بكل رياحها من دون تشنج من دون شي ابدا وفي شغلة تاني بس بلشت الغنية ضغرت طلعت بالامبلي يعني حسيت في شنطة غلط في شي هيك كان لازم شوي تعطينا اول شي عم تغني مرتاحة وبعد شوي تحسسنا في شي غلط بقلب السالة وبرافو سوكاينا اما بشوف هيدا صوت حلو هيدا صوت كبير بده شغل كتير لانه كل ما كان الصوت كبير كل ما بده شغل اكتر بحس اكبر منا هيدا الصوت يعني هالقدرة اكبر منا بده شغل اكيد بس انا بشوفها يعني عملت معنا اللعبة يعني لعبتها للعبة ولذيذة يعني فاتت فيها يعني فاتت بالقصة مشان هيك انا قلتلي عيدة لانه غنيت شوي خليها تعيدة اشوف اذا بيتغير لا تغير شوي حسات ارتاحت يعني فهماني شعنش طلبنا منا وعملت شي منيح اكيد بده شغل كتير سوكاينا بس فتكر صوت يعني في صوت يعني شخصيا يعني اكيد بلاقي انه صوت كتير حلو ولكن بعد بلاقي انه بس تغني عندها شوي تشنج هيك يعني بعدها البوستور تبعيتها بس تكون موجودة واقفة عم تغني بعدها ما بتريحني للنظر اقل من هايديك المرة يعني هالمرة الايفال تبعها احسن من هايديك المرة ولكن بعد فيه شغل كتير بالنسبة لحضورة لسوكاينا لتريح المشاهد بس يتطلع فيها لانه ما بي يكفي انه يكون صوتها حلو لازم يتمتع كمان انه يشوفها عم بتغني انا اول غلطة عملتها سوكاينا بالنسبة لهي الطبقة يعني كان فيها تتنق شوي الطبقة او طو ووقت قلتي لعيدة كنت متوقعة انه هي تكون ذكية وتعرف تواطي الطبقة لان حسيتها عالية عليها ولانه هيدا النوع من الصوت بيلبق له العرض بالغنى يعني بيلبق له الطبقة تكون اوطة تتفرجينها بعد المساحة كلها والجمال كله تبع صوتها عندها جوة بتحس شو بدها تعمل بس مش دايما صوتها بيلبية تيطلعهم مزبوطين هيدا انا بتخيل شغل كبير لازم نعمله معه تا كل شي بتحسه كل الافكار اللي بتجيها تقدر تطلعها بالغنى انا شوي بدي كان انه تشد لفظة اكتر يعني حسيت في رخوة هيك رخاوة بتتم وباللفز بس الحبيت وحبيت التعبير اللي عملته لان حصستني بالفكرة اللي انت طلبتيا منه اشتركوا في القناة